مساء الخير هارون مساء الخير مشاهدين الكرام يعني هارون تبقى دايما الأجواء يعني مستقرة غياب الأمطار وخاصة أنه نحن في فصل الشتاء وهذا حسب مساحة الأعصاد الجوية إلى غاية يوم الخامس ليس هناك أمطار بالفعل الأجواء يعني صافية مستقرة بالإضافة إلى هذا هارون يعني نحن نسجل ارتفاع محسوس في دراجات الحرارة القصوى خاصة خلال الظاهرة على أغلب المناطق الشمالية يعني نحن نحن نحس بالحرارة بالفعل خلال هذه الأيام يعني البداية تكون بأحوال تقسل مساء اليوم بحول الله تكون هادئة كما نلاحظ في الصورة مستقرة صافية وهذا على أغلب المناطق الغربية الوسطى وحتى أغلب المناطق الجنوبية بستنى بعض الصحوب الخفيفة لتكون دون فعالية يعني مشحتمد أمطار راح تخص فقط المناطق الشرقية وكذلك منطقة تندوف كما نلاحظ في الصورة أما بالنسبة لدراجة الحرارة اللي نسجلوها اليوم في الليل إن شاء الله راح تكون الأجواء يعني باردة ليلا لتتراوح ما بين دراجة واحدة تحت الصفر إلى ثمان دراجات بالمناطق الشمالية وما بين دراجة ست دراجات إلى عشر دراجات بالمناطق الجنوبية أما بالنسبة لتوقعات التقسل صباحة الغد الاثنين بحول الله كما نلاحظ يعني في الصورة صحوب كثيفة مع بعض الضباب الكثيفة يخص أغلب السواحل الوطنية خلال صباحة الغد يعني يجب أن يكون هناك الحذر والحيطة خلال صباحة هارون خاصة على كل مرتديع الشريطة الساحلي طيب فيما يخص فقط حسيبة هذا الضباب وهذا السحب مع الصباحة البعض يعني من المواطنين يعني يخدعهم هذا الجو يخرجوا بلباس يعني يخشين بالفعل بعدين يعني هذا الضباب يروح وتكون فيها حرارة كبيرة وهذا راجع يعني كله يعني لتمركز يعني مرتفع للضغط الجوي على حفظ البحر الأبيل المتوسط هو اللي خل يعني تشكل يعني ضباب كثيف على أغلب الشريطة الساحلي وهذا الضباب يعني تمس المناطق الداخلية للوطن يعني بالمناطق الجنوبية نحن نلاحظ يعني الأجواء يعني غائمة جزئيا على أغلب المناطق الجنوبية هذه السحب حتكون دون فعالية ما فيهاش أمطار أما بالنسبة لدرجة الحرارة نسجلوها لصباحة الغد بحول الله تبقى دين من أجواء باري داخل الأصباحة كذلك راح تراوح ما بين درجة واحدة تحت الصف إلى 10 درجات في المناطق الشمالية وما بين 3 درجات إلى 10 درجات في المناطق الجنوبية أما بالنسبة للملاحة والصيد البحر نقول لكل صيادين أن البحر سيكون بداية من سواحل بالنصف نحو وهران مستغن إلى غاية تيبازا سيكون بحر الجميل وفق رياح غربية إلى جنوبية غربية تراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كم في الساعة أما من سواحل مدينة تيبازا نحو إلى غاية العاصمة بومردس إلى بيجاية سيكون كذلك بحر الجميل إلى قليل اضطراب وفق رياح غربية تراوح سرعتها ما بين 10 إلى 15 كم في الساعة في حين ما بين مدينة سكيكدا نحو عنابة إلى غاية تلقالة سيكون بحر قليل اضطراب إلى مضطرب وفق رياح غربية إلى شمالية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة هذا ما كان لدي هارون بالنسبة لتوقع التقسي لمساء اليوم وصباحة الغد الاثنين بحول الله